موسيقى طيب أهلا بيكم بقى هنا في المكان اللي أنا وصفته بأنه دورة التاج وده اللي كنا بنتكلم فيه في بداية الحلقة خالص مع دكتور محمود عبد الربو واللي حاولت خلال السبع ساعات تقريبا اللي أنا قاعدت قوم هنا أتفاوض معاه على أنه يتم تجهيزي علشان أعرف أدخل الكلين روم ودكتور محمود قال لا يمكن أبدا المهم وهو الأهم السؤال بقى إيه هي الكلين روم يا دكتور أحدك قلت لنا دي اللي تساهم في يوم من الأيام في خلق صناعة مايكرو تشيبس للمنطقة ولمصر بالخصوص هو إحنا هنا في الكلين روم اللي هي الغرفة النظيفة يعني دي بنو عليها كلاس 100 بمعنى 100 مقصود بها هنا مئة زرات تراب في المتر المكعب الواحد ده اللي مسموح به أقصى عدد من زرات تراب صغيرة جدا اللي في المتر المكعب الواحد طيب دي دي إمكانياتها إمكانياتها إمكانيات بحسية عالية جدا بالإضافة كمان جزء تصنيعي يعني ممكن تصنع الشيبس المايكرو شيبس وحاجة من عليها الميمس أو المايكرو إلكترو ميكانيكال ديفايزز الأدوات اللي ممكن نستخدمها بحجم صغير جدا جدا وعليها أنها تؤدي وظائف ميكانيكية وكهربائية في نفس الوقت ونستخدمها في أعمال التحكم والكنترول مثال على كده الشيبس الموجودة في الموبايل اللي معنا الشيبس دي ممكن نصنعها في الكلين روم لأنها محتاجة دقة فائقة جدا في عملية التصنيع وحجم صغير جدا وعدم موجود دستس أو أتربة في الجو أو غبار أي أن كان في أثناء عملية التصنيع إلا بأحجام صغيرة جدا 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 مقبولة عالميا هي بقى دي اللي قدامي لأنا شايفها من بعين دي بالزبط اه بالزبط أنا ملاحظ أن ليها شكل في التصميم يعني الكوريدور اللي احنا ماينفعش ندخله ده برضو ده جزء من المنطقة المحزورة صح كده ونلاحظ أنه حتى معمول بحاجات بتبقى فيها يعني أوس كده أو كيرف ما هياش زوايا حدا يعني في تصميم وفي مواد مختلفة حتى في استخدام أو تم استخدامها في الغرفة دي طبعا لأن هي عشان حديك تحافظ على أن جوا ما يوقاش فيه الأتربة أو الضغط ده أو زرات الطراب دي فأنت لازم أول حاجة التصميم بتاعك لها يمنع دخول الهوى من الخارج فأنت لازم تبقى التصميم بتاعك يمنع دخول الهوى بالأتربة بتاعته العزل بتاعها ذات نفسه طريقة الدخول والفتح لازم يدخل يقفل ثم يدخل الباب اللي بعده ففيه سيكونس أو فيه طريقة معانة للدخول والتعامل بواهم وتفريد هوا بشكل ما علشان ما يدخلش وراء تراب أو غبار أو شوائب بالضبط كده بالضبط لأن في الآخر الشوائب دي هتبقى تعمل لحضرتك مقاومة داخل الدايرة ذات نفسها وتأثر كمان على الخصائص بتاعت الخاصة بالدفايس أو بالجزء اللي انت قمت بتصنيهم دي حاجة أقرب بسفنة الفضاء يعني مش زال لا طبعا دي دي إمكانياتها والجميل في الموضوع أن عملية التركيب بتاعها بالكامل أم بزملائنا لا طبعا إن شاء الله المهندسين عندنا طقم المهندسين المسؤول عن الكريل الروم بالكامل هم اللي قاموا بالتركيب المعدات بالكامل وبدء التشغيل قريبا إن شاء الله بخ المحمول اللي مش عارف أقول لكوا إيه بس أنا الحقيقة من ساعة ما دخلت حتى هذه اللحظة لا يتوقف انبهاري حقيقي هايل يا رب يا رب يا رب مش بس تكمل زي ما هي كده يا رب كمان تتطور أكتر من كده ألف مرة إحنا متشكلين لها رجل موجود شهادة نعتزي بها لا يا فندم العفو 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 حقيقي دي إحنا إن شكرا على إن إحنا يعني استقبلتونا النهاردة وتعبناك وشغلناك وعملنا هوسة في المكان لا يا فندم أهلا وسهلا بحضرك وكل فريق العمل معنا ألف شكرا يا فندم لا يا فندم أهلا وسهلا